تحالف بقيادة السعودية مطالب تبدو أقرب إلى ضغوط دولية كانت تكثفت في الأسابيع القليلة الماضية من أكثر من جهة أمريكية وأوروبية وحقوقية دعوات للتحالف لوقف إطلاق النار في اليمن صدرت عن وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين جيمز ماتيس ومايك بومبيو نهاية الشهر الماضي شدد الوزيران حينها على ضرورة وقف الأطراف المتنازعة إطلاق النار في اليمن والجلوس إلى طاولة المفاوضات في غضون ثلاثين يوماً لهجة أكثر وحدة ضد التحالف اتسمت بها تصريحات مشرعين أمريكيين في الكونغرس قبل أيام فقد كشف رئيس رجلة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر أن المجلس قد يصوت خلال أسابيع على تشريع يسعى لوقف كل أشكال الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن فضلاً عن إمكانية طرح إجراءات لوقف مبيعات الأسلحة للرياض ضغوط أوروبية أخرى يواجهها التحالف فخلال أقل من شهر تكررت دعوة مشرعين أوروبيين إلى فرض وتعزيز القيود على مبيعات الأسلحة إلى السعودية وفرض عقوبات على الدول التي تستخف بمعايير الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وما بين المواقف الأمريكية والأوروبية تبرز ضغوط المنظمات الدولية الحقوقية على التحالف على رأس هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد اجتماعاً بداية الشهر الجاري لمراجعة استجل السعودية الحقوقي واجهت المملكة انتقادات بشأن عملياتها في اليمن كما احتلت قضية الانتهاكات الحقوقية داخل السعودية وجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي حيزاً رئيسياً من ذاك الاجتماع كل تلك الضغوط الدولية والحقوقية لا يمكن تجاهلها وقد تكون مرتبطة بشكل مباشر بقرار التحالف اليوم وقف عملياته في الحديدة غربي اليمن الدولة التي تقول الأمم المتحدة إنها تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتهدد المجاعة حياة الملايين من سكانها ترجمة نانسي قنقر